السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله عندنا عطور تناسب الشخصية الكلاسيكية طبعا في رأيي الشخصي وفي نظري الشخصي العطور اللي عندنا اليوم ما هي أجمل وأفضل عطور في العالم طبعا الخيارات كثيرة خصوصا يوم يجي الموضوع لي موضوع العطور الكلاسيكية أو العطور اللي تناسب الشخصية الكلاسيكية طبعا قبل ما أبدأ برضو بفدي اليوم أنا تركت استفتاء في قسم التواصل طبعا في القناة يشرفني الصراحة إبداء آراءكم وحب أسمع عاراكم على الاستفتاء هذا لأنه يهمني بشكل كبير جدا للأمانة طبعا الشخصية الكلاسيكية في نظري هي شخصية تعشق عبق الماضي يعني بجميع ما فيه بروائحه بطبيعته بثقافته مهما كان الجديد سواء في العطور أو في غير العطور طبعا الشخصية الكلاسيكية هذه تلاحظ بطبيعة الحال يعني شلون تعرف الشخصية الكلاسيكية أنه تلاحظ أنه فيه يعني جانب من حياته أنه دائما يميل للجانب اللي فيه روح كلاسيكية يعني ممكن تلقاها في منزله ممكن تلقاها حتى في سيارته ممكن تلقاها في حياته لازم تلقى جانب كده يخص الشخصية الكلاسيكية في حياته طبعا من خلال تجاربي لاحظت أنه الشخصية الكلاسيكية هذه تميل يعني لجانبين من عوائل العطور طبعا ما هو هذا يعني لكل قاعدة شواذ بطبيعة الحال لكنه العائلتين هذه بشكل كبير تلاحظ أن الشخصية الكلاسيكية تميل لها بشكل كبير العائلة الأولى اللي هي طبعا عائلة التشير والعائلة الثانية اللي هي عائلة الفوجير لكن عائلة التشير أشوف أنها المركز الأول يعني اللي تميل له الشخصية الكلاسيكية بشكل كبير طبعا عندنا يعني اليوم إن شاء الله خمس عطور مع عطر جدير بالذكر راح تكون زي ما اتفقنا في السلسلة هذه اللي مجموعة عطور تناسب شخصيات معينة طبعا في رأيي الشخصي وفي منظوري وفي مخيلة الشخصية طبعا يعني العطور زي ما قلت ما يبحصر على الست عطور اللي راح تكون في فيديو اليوم يعني في عطور كثيرة تناسب الشخصية هذه يعني من أمثلة العطور هذه طبعا اللي هو Green Irish Tweed وفي برضو اللي هو من دار شانيل اللي هو Egoist أو Egoist Platinum طبعا كلها تناسب الشخصية الكلاسيكية طبعا Egoist أو Egoist Platinum العطرين هذه سبحان الله يعني أنا في رأيي الشخصي من العطور اللي ما لها زمان ومكان يعني ما هي مرتبطة يعني صحيح أن العطور قديمة طلعت في الثمانينات بداية الثمانينات من القرن الماضي لكن إلى الآن سبحان الله تحس بأنه رائحتها مقبولة رائحتها حديثة يعني ما فيها الجانب يعني مثلا على سبيل حتى برضو بالنسبة للGreen Irish Tweed تحس أنه بنفس الطريقة يعني تحس أنه ممكن يمشي مع الجو المودرن اللي موجود اليوم طبعا فيه عطور كثيرة مثلا اللي هو عطر سفاري طبعا عطر مشهور جدا وإن كان بعض الناس يختلف في موضوع كلاسيكيتو لكنه أنا بالنسبة لي شخصيا أشوف العطر هذا يناسب الشخصية الكلاسيكية بشكل كبير اللي هو عطر تريدي هرمز من دار هرمز سواء كانت نسخة الأودو تواليت أو نسخة البارفيوم يعني كل العطرين بالنسبة لي أشوفها تناسب الشخصية الكلاسيكية بشكل كبير فنبدأ بالعطور اللي عندنا اليوم العطر الجدير بالذكر أو في المركز السادس عندنا من دار بورتنيكوف والعطر هو أمبر كولون العطر هذا طلع في عام 2019 طبعا من مجموعة الكولون طبعا هو مزيد جميل الصراحة ما بين الزهور الصفراء والسبايس وفيه طبعا اللي هو قاعدة يعني شوي تحس أنه خشبية في العطر طبعا إذا كنت تحب اللي هو الزهور يعني لمسة الزهور الصفراء يعني في العطور العطر هذا مرة جميل طبعا العطر هذا يعني مستوحى من روح الكولون اللي هي روائح الكولون اللي يعني قديما تستخدم يعني ومن أمثلتها كثيرة لكن يمكن أشهر دار اللي هي أكوا دي بارما في مجموعة الكولون اللي عندهم لكن هنا طبعا الوضع مختلف جدا العطر هذا الصراحي ناسب الشخصية الكلاسيكية في نظر الشخصي وأحد العطور طبعا الرخيصة من دار بورتنيكوف تقريبا سعره 180 أو 190 دولار مني متأكد من السعر لكنه في الرينج هذا فهذا أحد العطور اللي يناسب الشخصية الكلاسيكية في رأيي طبعا ليش في المرتب السادس أو أنه جدير بالذكر لأنه الأماكن اللي ممكن تشتري منها العطر هذا محدودة جدا في المرتبة الخامسة عندنا توس 1920 The Origin طبعا العطر هذا يعني هو عطر جديد يعني ما هو عطر قديم لكنه إلى الآن تحس في روح الكلاسيكية طبعا العطر هذا يعني عطر سفايسي في نظري الشخصي طبعا إذا كنت تحب عطور مثل Declaration من Cartier راح يعجبك العطر هذا بدون أدنى شك طبعا عطر جميل طلع فيه عام 2017 يعني صراحة أحد العطور الرائعة والجميلة جدا ويناسب الشخصية الكلاسيكية في رأيي الشخصي في المرتب الرابع عندنا من دار جرلان لنستنت وفي بعض الناس يسمونه لجه طبعا اختصارا العطر هذا طلع فيه عام 2004 صراحة من أجمل العطور اللي تناسب الشخصية الكلاسيكية في رأيي الشخصي طبعا الشكل اللي موجود عندنا اليوم انقطع برضو النسخة الحديثة يعني تعتبر من العطور اللي جميلة الصراحة وتناسب الشخصية الكلاسيكية يعني معروف العطر هذا اللي هو نوتة البتشولي مع لمسة كاكاو يعني وتحس يعني في العطر كذا بمزيج كلاسيكي رائع وجميل طبعا ويعني العطر فيه اللي هو الجانب الذكوري الجانب الرجالي بشكل رائع وانيق أحد العطور الرائعة من دار قرلان اللي هو طبعا لينستنت من دار قرلان في المرتبة الثالثة عندنا من دار بوديسيا إكسبلورر طبعا طلع فيه عام 2008 العطر هذا عطر عشبي يعني فيه لمسة القرين بشكل واضح طبعا مع اللمسة العشبية اللي موجودة تحس برائحة بخورية جدا مميزة ورائعة في العطر طبعا اللمسة البخورية هذه أكسبت العطر الجانب الكلاسيكي يعني مع اللمسة العشبية اللي موجودة في العطر يعني أحد العطور الصراحة الرائعة يعني فيه رأيي الشخصي تناسب الشخصية الكلاسيكية طبعا العطر هذا يعني ما هو من عطور بوديسيا الغالية غير كذا يجي بحجمين يجي بخمسين ملي ويجي بمئة ملي ويناسب الشخصية الكلاسيكية بشكل رائع وجميل وأنيق أداء العطر جدا رائع يعني اللي يسأل عن أداء العطر أداء العطر جدا رائع طبعا عطر إكسبلورر من دار بوديسيا في المرتبة الثالثة عندنا في المرتبة الثانية عندنا أوسوفاج إكستريم من دار كريستين ديور طلع في عام 1984 طبعا العطر هذا يعني بالنسبة لي شخصيا كاد لي يكون رقم واحد لكن في عطر فضلته على العطر هذا طبعا العطر هذا يعني صراحة من أجمل العطور الكلاسيكية اللي ممكن تمر عليك اللي هو أوسوفاج شخصيا من مجموعة أوسوفاج أفضل العطر هذا على باقي المجموعة طبعا أوسوفاج برفيوم برضو رائع وجميل لكن بالنسبة لي شخصيا أفضل أوسوفاج الإكستريم طبعا على باقي النسخ في هنا ملاحظة طبعا هذا أعيد صياخت ولا زالت يعني النسخة الجديدة طبعا جميلة ورائعة وجدا طبعا حتى النسخة الجديدة توقع أن الكاب يجي برضو مغنتيك الكاب اللي هنا عندي لها يعني كاب عادي المرتبة الأولى عندنا طبعا العطر هذا أشوفه عطر يناسب الشخصية الكلاسيكية بشكل رائع وجذاب وأنيق هو عطر شبرة بلاتين من دار MDCI العطر هذا طلع في عام 2012 وأشوفه أحد أفضل وأجمل عطور التشير اللي طلعت يمكن في العشرين سنة الأخيرة اللي هو عطر شبرة بلاتين طبعا العطر هذا يعني بن اسمه شبرة فأتحس أن العطر يعني فعلا عطر تشيري بشكل كبير طبعا فيه لمسة أنا ملك خفيفة جدا يعني تحسها في قاعدة العطر ومحتوية حاضن العطر كامل يعني العطر الصراحة رائع يعني وفيه برضو إحساس لذري موجود في العطر يعني عطر تشيري مع إحساس لذري وشوية نوتة أنا ملك موجودة في العطر طبعا هنا يعني اللي هي الأصماغ مع الطحلة بالبلوت في العطر يعني بشكل رائع وأنيق وجبيل خصوصا اللي يحب عطور التشير يعني مو إنه يحب عطور ثانية ويقول لا والله أنا ما يعجبني العطر هذا لكن إذا كنت تحب العطور عطور التشير وانت شخصية كلاسيكية جرب العطر هذا أحد العطور الرائعة والجميلة الصراحة من دار MDCI هذه عندنا خمس عطور مع عطر جدير بالذكر تناسب الشخصية الكلاسيكية الشخصية اللي تعشق عبق الماضي الشخصية اللي فيها جزء من حياتها يميل طبعا للماضي بجماله وروعته وطهارة قلبه طبعا للماضي الجميل هذه العطور صراحة ترشيحاتي ما أقول أفضل عطور في العالم أكيد في عطور كثيرة جميلة تناسب الشخصية الكلاسيكية لكني أنا فضلت أني أختصرها في خمس عطور مع عطر جدير بالذكر إذا جربت العطور هذه يكتبوا لي في قسم التعليقات عن أراكم وتجاربكم وبرضو يعني وش العطور اللي تشوفونها يعني تناسب الشخصية الكلاسيكية بشكل جميل وأنيق اكتبوا لي إياها في قسم التعليقات وإذا عجبكم الفيديو هذا أتمنى منكم الاشتراك بالقناة دعمها بالشير واللايك وإن شاء الله أحلام العطر لباسة سيو ليتر شكرا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر